السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم تبث رسميا بزغ هلال شهر ربيع الاول شهر ربيع الاول الذي يخلد لذكر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما وعدناكم اننا سوف نتحدث عن صفحات مشرقة من حياة هذا النبي الكريم لان المسلمون اعتادوا منذ زمان في مشارق الارض ومغاربها انهم يحتفلون بذكر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير طريقة الاحتفال هي التذكير بمولد هذا النبي الكريم وما رفق ولادته من بشائر وارهاصات وايضا التذكير بهذه والتذكير بالوحي الذي تنزل على قلبه اليوم نتحدث عن الحدث الاكبر الذي وقع عند مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فكما تعلمون جميعا ان الاحداث العظام يمهد لها عادة باحداث بارزة لتجليها والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل ان يولد ربنا عز وجل خلق حدثا عظيما وكبيرا شد انظار العالم كلهم الى مكة المكرمة ما هو هذا الحدث هو حدث ما يسمى بعام الفيل فقصة اصحاب الفيل هي من دلائل النبوة وفيها دليل على ان الله عز وجل اراد لنبيه محمد ابن عبد الله ان يستقبله الكون وتسعد به الارض لانه سوف يحمل الخير الى كل الناس وانه خاتم الانبياء والمرسلين فكان هذا الحدث الذي يسمى بعام الفيل نذكر وإياكم ايها الاحباب الكرام وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين انه العام الذي حاول الشقي ابراها الحبشي ان يهدم الكعبة الكعبة المشرفة ايام زمان قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هي قبلة العالم ليس فقط للعرب ولكن لكل الموحدين في كل مكان ممن كانوا على الحانفية السمحاء دين ابراهيم واسماعيل عليه السلام فجاءت هذه المعجزة الله سبحانه وتعالى خلد ذكر هذا الحدث وسجله اروع تسجيل في اوجز عبارة واوضح اسلوب في القصة المذكورة باختصار بصورة الفيل حينما قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترنيهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكل صورة قصيرة من حيث الحجم لكنها عميقة وقوية وكبيرة من حيث المعنى فهؤلاء الذين أرادوا أن يحطموا الكعبة المشرفة أبادهم الله وخيب سعيهم والآية تنبئ عن هلاك المتكبرين ونهاية الظلم لا بسلطان البشر وقوتهم ولكن بقوة الله وحده هذه السورة سورة الفيل تؤكد أن لا قوة فوق قوة الله عام الفيل هذا هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم والعالم كله كان ينظر إلى مكة المكرمة ما الذي وقع؟ هذا الرجل المسمى بإبره الأشرم سمي الأشرم لأنه كان قائد عسكري قوي وكان دوما في الصراعات ومرة شرمت إحدى شفتيه فسمي إبره الأشرم والسبب هو أن الإبره الأشرم كان عنده رغبة في السيطرة العسكرية وعلى الاستلاء ورأى بأن القوافل تأتي من كل مكان وتتجه نحو الكعبة المشرفة هذا قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يعظمون الكعبة منذ عهد إبراهيم الخليل عليه السلام مرورا بإسماعيل وغيره من الأنبياء فتعجب لماذا هذه الأرض القاحلة فيها كعبة من الحجارة وتجلب لها القوافل التجارية وهناك اقتصاد وهناك أرباح وهناك امتيازات فأرد أن يصنع شيئا ينافس هذه الكعبة المشرفة ففي صنعاء في بلاد اليمن طلب من المهندسين والبنائين أن يقوموا ببناء مقام سامق وقوي ومزخرف بناء يكون عالي وضخم وهو عبارة عن كنيسة في مقابل الكعبة المشرفة فعلا استقدم أفضل البنائين والمهندسين وبدأوا ببناء مشهد عظيم ضخم وجعله قويا ومزخرفا وزينه بالرخام والحجارة المنقوشة بالذهب وأراد أن يكون أكبر وأعظم وأشرف من الكعبة المشرفة حتى إنه ذهب إلى قصر بلقيس التي كانت مع سيدنا سليمان عليه السلام ونقل من قصرها الرخام والأحجار والأمتع العظيمة ثم ركب فيها الصلبان من الذهب والفضة وجعل فيها منابر من العاج وجعل ارتفاع عظيما وأسماغ كنيسة القليس وأخذ ينتظر أن الناس يأتون إليها لكن لم يأتي إليها إلا طوائف قليلة بينما بقي الناس كلهم وخصوصا العرب يتوجهون نحو الكعبة المشرفة فبدأ القيل والقال ومرة تسلل أحد الأعراب إلى هذه الكنيسة لتسمى القليس خفية فأحدث فيها ونطخها بالنجاسة تبول هناك وقام بالحدث فلما بلغ الخبر إلى إبراه الأشرم غضب غضبا شديدا قال من يفعل هذا بكنيسة العظيم الموقرة قالوا عربي يسكن بمكة المكرمة فغضب الرجل وقال سوف أهدم هذه الكعبة وأدمر جميع الطرق المؤدية إليها فعلا إبراه الأشرم كان عسكريا قويا في زمانه كان عنده ترسانة عسكرية عريضة وجيش عرمرم وأصدر أوامره بأن يتجهز ليستعد للمسير إلى مكة وأمر بأن يستقدم معه الفيلة جاء بالخيل والجمال والبغال يحملون الأمتعة والجنود وجاء بالفيلة والفيلة لم تكن في بلاد العرب بلاد العرب فيها الخيل والبغال والجمال لكن الفيلة هي خاصة بالقارة الإفريقية فهو جاء بأسطول من الفيلة وجيش عظيم بلغ ستين ألف مقاتل تتقدمه الأفيال وتوجه بهم صوب مكة وكان إبراه الأشرم راكبا على فيل إفريقي ضخم فيل مدرب على اقتحام المعارك وعلى الهدم وعلى تحطيم كل ما يواجهه هكذا يحكي القرآن الكريم ما الذي وقع قبيل ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم صار إبراه الأشرم مع جنوده وكلما مر على قبيلة من القبائل أغار عليها يهجمون فينهبون الأموال وينهبون أغنامهم وإبلهم لتكون لهم زادا في طريقهم وواصل إبراه المسير بجيشه حتى وصل إلى منطقة قريبة من مكة المكرمة فأقام فيها وأرسل فرقة من جيشه فأغاروا على الإبل والأغنام ونهبوا أموال مكة التجار والبضائع وكان من بين الإبل والأغنام مجموعة كبيرة من النوق والجمال هي لعبد المطالب ابن هاشم زعيم قريش آنداك فقريش أردت أن تقوم بالمواجهة بالحرب والقتال لكن عبد المطالب أشار عليهم بأن هذا القتال غير متكافئ إنها معركة غير متكافئة فجيش إبراه الأشرم قوي ستون ألف عسكري مدرب والعرب قراشيين كانوا قلة ما عندهم كلهم خبرة في المعركة فقال هذه معركة غير متكافئة سوف تدوم فيها قريش وترجع ببعار الهزيمة فلما ذهب إلى إبراه الأشرم لكي يقوم بالمفاوضات قال أنا جئت لأهدم هذا البيت لما سأله عبد المطالب ودخلوا في المفاوضات ما الذي جاء بكم إلى هنا من اليمن إلى بلاد الحجاز قال أنا جئت لأهدم هذا البيت فإذا استسلمتم حقنتم لماءكم وأعطيتكم واستردتم جميع جميع النوق والتجارة والأموال وإلا سوف تقتلون جميعا فحد المطالب لما فكر قال نحن نريد النوق ونريد المال لأنها ملكنا أنا ربها أما الكعبة المشرفة فلها رب يحميها ونحن لا طاقة لنا بجيشكم ولكن هذا البيت له رب يحميه فالعرب كانوا يعتبرون كعبة المشرفة بناء مقدس وله حرم عظيمة وكانوا متأكدين بأن العناية الإلهية ستتدخل في الوقت المناسب لحماية هذا المكان المقدس عبد المطالب ومن معه من قراشيين من أهل مكة توجهوا بالدعاء إلى الله أن يحفظ هذا البيت وتعلقوا بأستار الكعبة وساروا يبكون ثم صعدوا إلى الجبال والشعاب بعيدا وأرادوا أن يترقوا إبرة الأشرم يأتي إلى البيت لكي يهدمه بالفيل العظيم ظل الناس ينظرون من فوق الجبال ويترقبون ما الذي يقع وإبرة الأشرم قادم نحو الكعبة المشرفة فإذا بسحابة سوداء كبيرة وعريضة تتجه من ناحية البحر الأحمر إلى أرض مكة فما هذه المخلوقات الغريبة ما هذه السحابة السوداء والفيل كان يتقدم نحو الكعبة المشرفة فأحد الرجال يسمى نفيل بن حبيب يقال بأنه توجه نحو الفيل ووضع ثمه في أذنه وقال له ارجع راشدا ارجع راشدا من حيث أتيت فإنك في أرض الله الحرام الفيل سمع هذا الكلام وشعر بقلق وخوف شديد فرفض التقدم نحو البيت كلما وجهوه يمينا اتجه في الاتجاه العكسي نحو اليسار ضربوه ولكنه لم يريد أن يتدخل لكي يهدم الكعبة رجع إلى الوراء والمشهد أخذ في التطور باقتراب السحابة السوداء إنها طيور تحلق في السماء قادمة من ناحية البحر الأحمر طيور أبابيل لها خارطيم كخارطيم الطير وأكف كأوكف الكلاب في أفوهها حجارة أمثال الحمص سوداء بها نضح حمرة وفي منقار كل واحد منها حجر وفي رجليه حجران فأقبلت هذه الطيور الأبابيل تجري بسرعة وصارت ترميهم بهذه الحجارة هذه الحجارة لم تكن عادية قال بعض العلماء بأنها حجارة جرثومية غريبة جدا إذا سقطت على الإنسان فإنه يكاد يدوب فلما رأى جنود إبراه الأشرم هذا المشهد المرعب واللوهاربين وظلت الطيور تلاحقهم فكان الحجر يسقط على الرجل منهم فيخترقه ويخرج من الجانب الآخر مثل الرصاص تسقط الجنود بالعشرات نحو الأرض ثم بالمئات ثم بالألوف والجنود معظمهم صاروا أجتاث حتى إبراه الأشرم أصيب في جسده وبدأ جسمه يتساقط فالتف حوله بعض الجنود وحمله على دابة أما الفيل فقد هرب فلما أوصلوا إبراه الأشرم إلى صنعاء قبل أن يصل مات في الطريق وهكذا رجع جيش الأحباش خاسئا ذليلا مشردا بعد أن خسر قائده وأكتر جنوده واستبشر أهل مكة وعادوا إلى كعبتهم يطفون حولها بإجلال وتعظيم هذا الحدث الذي وقع يسمى بعام الفيل صار معظما ومكرما عند العرب وصار ذلك العام تأريخا يؤرخون به لأنه من أهم وأعظم الحوادث التي رأها العرب في حيتهم والحقيقة أن هذا الحدث كان يشير إلى بوزوغ حدث أعظم وأعجب سوف يغير الدنيا بأسرها ما هو هذا الحدث الأعظم؟ هو مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ففي ذلك الشهر سيلد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قيل بعد 30 يوم وقيل بعد 50 يوم ما إن تهدأت النفوس واستوطن الناس بلادهم 50 يوم تقريبا على هذا الحدث ولد النبي صلى الله عليه وسلم فكان عام الفيل من باب الإرهاص والتوطئة وكأن لسان حال القدر يقول أيها العرب لن نمصركم على الحبشة لخيركم عليهم ولكن صيادة للبيت العتيق الذي سوف نشرفه ونعظمه ونوقره بمعتة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا نفهم من هذا الحدث؟ نفهم بأن العرب هم لا شيء بدون الإسلام العرب ضعفاء ومتشردمون بدون الإسلام إنهم لم يستطيعوا حماية البيت ولم يشاء الله عز وجل أن يحمي بيته المشركون لأنه لا خير فيهم كانوا مشركون يحمد بيته ولكن الله تعالى بعد ذلك بعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيته ويزكيهم وتكون الكعبة قبلتهم وقبلة الموحدين في كل العالم بعد هذه الواقعة وبعد بعتة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عن هذه الحادثة قرآنا يتلى إلى قيام الساعة وسمى السورة سورة الفيل لما قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكل وكأن الله تعالى يقول له يا محمد ألم ترى ما فعل ربك بأصحاب الفيل يعني إبره الأشرم وجيشه مع أن النبي الكريم لم يرى هذه الأحداث إنه لم يولد بعد ولد بعد هذه الأحداث بحاول شهر أو خمسين يوم ويسأله يا محمد ألم يجعل كيدهم في تضليل أي الله تعالى ألم يجعل تدبيرهم في ضلال مبين مثل الذي يضل طريقه فلا يصل إلى هدفه وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي كما أن الحمشة جاءوا بأقوى الحيوانات وهي الفيل المدربة ليهدموا الكعبة الله سلط عليهم أضعف الحيوانات وهي الطيور طيور أبابيل هم جاءوا بالفيلة الله وجاههم بالطيور الصغيرة أرادوا هدم أحجار الكعبة فعدمهم الله تعالى بالحجارة إنهم كانوا يقصدون أحجار الكعبة المقدسة يدنسونها ويهدمونها فربنا عدمهم بالحجارة لما قال ترميهم بحجارة من سجيل أي حجارة شريدة صلبة قاسية فجعلهم كعصف مأكول هذا وصف للجيش الذي رمتهم الطيور بالحجارة فمزقت أجسادهم كالعصف مأكول كتفتيت ورق الشجر الجاف فالعصف وورق الشجر الجاف اليابس والمأكول هو الذي أكلته الحشارات ومزقته أو أكله الحيوان وطحنه بما أن الحجارة عبارة حجارة جرثومية خطيرة كل هذا نفهم منه أن العرب لا قيمة لهم بغير عقيدة وبغير دين وبغير الإسلام فإذا طلبوا العزة في غير الإسلام صار لهم ذل وهوان لهذا ربنا سبحانه وتعالى لما رد الحمش عن مكة عظمت العرب قريشا وقالوا هم أهل الله قاتل الله عنهم وكافأهم ورد عدوهم لهذا كان عبد الله بن عباس لا يفصل بين سورة الفيل وسورة قريش كان يعتبر بأن سورة الفيل وقريش واحدة لأن الله بعدها يذكر سبب نصرته لقريش وأنه ما فعل ذلك إلا ليعبدوه سبحانه لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذا أيها الأحباب الكرام نفهم بأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم أراده الله تعالى أن يكون حدثا عظيما يشد أنظار العالم ويكون ولادة للحياة والأكوان وأنه أهد جديد وببيتته تبعت أمة جديدة غير الأمة التي كانت ضعيفة وخانعة لأن قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون السؤال ماذا عن الكنيسة التي بداها إبرها الأشرم في اليمن في صدع بالدهم والفضة وعظمها وزخرفها كنيسة القليس التي بداها إبرها لتكون بديل عن الكعبة المشرفة لا تزال باقية في اليمن إلى يوم من هذا إلى يوم من هذا هي بطول ستين ذراع في السماء والآن لم يبقى فيها إلا حفرة عميقة محاطة بصور وأصبحت مهملة وتقطنها الحشرات والأفاعي إلى يوم من هذا والناس يرمون فيها الأزبال والعياد بالله ويتبولون فيها وبقيت عبرة للأمم وللتفكر بقدرة الخالق لماذا ربنا عز وجل أراد هذا الحدث في هذا الزمن بالضبط هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء أراد أن يوثق العالم أنه سيولد فيه رسول عظيم لأنه لم تكن تلك الحدثة لو لم تكن ما عرف أحد متى ولد محمد صلى الله عليه وسلم فالعرب قبل بعتة النبي الكريم ما كان عندهم تاريخ كانوا يؤرخون بالأحداث العظيمة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجد في العالم هذا الحدث ليظهر فيه ميلاد رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أول احتفاء من الله برسوله هذا الحدث هو أول احتفاء من الله برسوله صلى الله عليه وسلم كذلك الله تعالى يريد للناس أن يرجعوا إلى عبادته وأن يتساءلوا عن سر الوجود وحقيقة الخالق فالعرب لما عجزوا عن محارمة جيش الحبشة لأنه تربطه بمعلاقات تجاري وعسكري مع الدول الفرس والروم فبدأوا يتساءلون كيف أن الله تعالى تدخل في الوقت المناسب ثم العالم كله لفت نظره هذه المعجزة مما عزز ما كانت العرب ومقام الكعب المشرفة فكان مدعاة لمعرفة حقيقة وجود إله أعظم من الآلهة التي يعبدونها ويخضعون لها فالله تعالى بقوته سخر لهم جنودا لم يعرفوها وجاءهم نصر الله من حيث لم يحتسبوا هكذا أراد الله سبحانه وتعالى من قصة الفيل أن تكون أول حدث في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله